صباح الخير كشفت وزارة الخارجية الكندية عن لائحة بالممتلكات والحسابات المصرفية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كندا بغيت تسهيل الملاحقات القضائية وبذلك تفتح أتوى الباب أمام ضحايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوضع أيديهم على الملايين التي تعود للحكومة الإيرانية والمتواجدة داخل البلاد واعتمدت كندا عام 2012 قانونا يسمح لضحايا الإرهاب بملاحقة المسؤولين والدعمين لهم بغض النظر عن مكان تواجد الإرهاب هذا وتشمل الأصول الإيرانية غير الدبلوماسية ثلاثة حسابات مصرفية تحتوي على أكثر من مليونين وستمائة ألف دولار فضلا عن أحد عشر حسابا آخرا غير معلوم لغاية الساعة محتواها كما تشمل اللائحة المذكورة مبنى السفارة الإيرانية المقفلة ومقر إقامة السفير الإيراني الذي قامت أتوى بترضه فضلا عن شقة في وسط العاصمة خاص بموظفي السفارة وتقدر قيمة هذه المباني بالملايين وتعتبر بمنع الملاحقات القضائية بموجب الحصانة الدبلوماسية أعربت الحكومة الكندية عن قلاقها بشأن مصير المواطنين الكنديين المعتقلين في مصر فقد أقامت السلطات المصرية باعتقال الطبيب طارق لوباني والبروفيسور والمخرج جون غريزن في القاهرة في منتصف شهر آب أوت الماضي لأسباب غامضة وأكد وزير الخارجية الكندي جون بيرت في بيان صدر أمس أن الحكومة الكندية لم تتمكن بعد من الحصول على تأكدات حول التهم الموجه إليهما لذا تطالب كندا بإخلاء سبيلهما فورا من جهة أخرى أوضح الوزير أن حكومة المحافظين تواصل مباحثاتها على أعلى المستويات للتأكد بالأحرى من طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المواطنين الكنديين وبأن ممثلي القنصلية الكندية يقومون بزيارة المواطنين من مقاطعة أونتيريو بانتظام في مكان الاعتقال وجه الوزير المسؤول عن الوكالة الكندية للتنمية الدولية كريستان بارادي نداء شديد اللهجة للمسؤولين في هيئتي مشددا فيه على ضرورة إرساء أجواء من الاستقرار السياسي ملوحا بالوقت ذاته بحال تعذر هذا الأمر بإمكانية قطع المساعدات الخاصة بالتنمية واعتبر الوزير بارادي أن عقد الانتخابات التي كانت مرتقبة عام 2011 يندرج في إطار الخطوات المطلوبة والتي يجب أن تقوم بها السلطات في هيئتي لتعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي هذا ومن غير المستغرب أن يقوم الوزير بارادي بالزيارة الأولى له إلى الخارج بعد تسلمه مسؤولية وكالة التنمية الدولية إلى هيئتي التي تحصل على أكبر جزء من المساعدة الخاصة بالتنمية التي توفرها كندا في الإطار المحلي في مقاطعة كابك تحديدا وفي أجواء من الترقب والحذر كشف أمس الثلاثاء وزير المؤسسات الديمقراطية في كابك بيرنار إدرافيل عن مشروع شرعة القيم الكابكية المثير للجدل ويشمل المشروع سلسلة من الطروحات لوضع أطر للتسويات الدينية والتشديد على بعض القيم المشتركة في المجتمع الكابكي ويرتكز المشروع على خمس نقاط هي تعديل الشرعة الكابكية لحقوق وحريات الإنسان واجب الالتزام بالحيادية والتحفظ من قبل موظفي الحكومة وضع أطر محددة لارتداء الرموز الدينية الظاهرة إلزام الأفراد بالكشف عن الوجه عند الحصول على الخدمات الحكومية وعند تقديمها والاعتماد على السياسة لتطبيق هذه الشرعة في ساقنا متصل عبرت حكومة ستيفن هاربر عن قلقها بشأن الطروحات المدرجة في شرعة القيم الكابكية والتي تقود حق الفرد في ممارسة ديانته كما تعتزم أتوى الاعتراض على الشرعة أمام المحاكم بحال أقرت في الجمعية الوطنية وأصبحت قانونا نافذا لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في أعقاب تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات خفر السواحل الكندية في الشمال الكندي الكبير وفي أعقاب الحادث أعلن مكتب سلامة النقل في كندا عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في شمال أقليم الشمال الغربي أثناء القيام بدورية جوية لمراقبة الظروف الجليدية انتهى الموجز نرتقي مجددا على رأس الساعة شكرا للمتابعة